بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه استعين صلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأحبة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة بإذن الله سنواصل إنجاز الوضعية التقويمية المتعلقة بالتحليل الكهرباء البسيط ومع السلسلة الثالثة ووظف معارفي ومع هذه الوضعية رقم 7 مقارنة بين تجربتين نعتبر تجربتين التاليتين إذن لاحظ التجربة الأولى تحتوي على محلول مائي سكري موجود في وعاء تحليل الكهربائي موصول ببارة كهربائية تحتوي على مولد التيار المستمر وقاطعة وامبيرمتر التجربة الثانية تشبه التجربة الأولى فقط الاختلاف في محتوى الوعاء حيث نضع في وعاء تحليل مسحوق كلور الزينك مسحوق كلور الزينك يقول منع التيار الكهربائي المستعمل في تجربتين إذن فالتيار الكهربائي المستعمل في تجربتين كما تلاحظ هو تيار مستمر لأننا إذا استعملنا تيارا متنوبا لن تنجح هذه التجربة ولن يحدث التحليل بسبب تغير اتجاه أو عدم ثبات اتجاه التيار الكهربائي في هذه الدارة صف ما يحدث في التجربتين برر الإجابة في هذه الحالة لن يحدث شيء في التجربة الأولى وفي الثانية أيضا أي عندما نغلق القاطعة لا ينحرف أو لا يقرأ الامبيرمتر أي قيمة بمعنى لا يمر التيار في الدارتين نبرر الإجابة لماذا؟ إذن لا يمر التيار بسبب بسيط هو أن التجربة الأولى التي تحتوي على المحلول السكري فهو محلول جزيئي والمحلول الجزيئي كما رأينا وكما درسنا هو غير ناقل للكهرباء بماذا نفسر ذلك؟ لأنه لا يحتوي على حاملات الشحن وهي الشوارد فهو مكون من جزيئات تسبح في المحلول الجزيئات لا تتأثر بالمولد ولا يؤثر فيها وبالتالي لا تنقل التيار الكهربائي أما التجربة الثانية كذلك لا يمر التيار الكهربائي رغم وجود حاملات الشحن لأننا استعملنا كلور زينك ولكن استعملنا بحالة صلبة فهنا شوارد كلور الزينك شوارد الكلور وشوارد الزينك مترابطة مع بعضها البعض وليس لها الوسط الذي تنتقل فيه يعني الذي يحملها وتسبح فيه غير موجود وهو الماء إذن فبالتالي هي مقيدة وبالتالي لا يمر ارتيار في هذه الحالة يقول نضيف الماء المقطر إلى الوعاء في التجربة ثنين أنظر يعني هو الآن يريد أن يحول المسحوق إلى محلول إذن نضيف الماء المقطر في الوعاء الثنين ما نوع المحلول الناتج وما اسمه إذن حينما نضيف الماء حتى ينحل كل كلور الزينك ويختفي فيصير لدينا محلول ماء شارد لكلور الزينك هذا اسمه صف ما يحدث في هذه الحالة مدعما وصفك بمعادلات كيميائية إذن عندما يصير لدينا محلول ونغلق القاطعة ماذا يحدث عندما أضفنا الماء وحصلنا على محلول كلور الزينك الشاريدي فعندما نغلق القاطعة قلنا الذي نلاحظه هنا هو انخراف مؤشر الأومبرماتري إذا كان ذو مؤشر أما إذا كان رقميا فنلاحظ أنه سيقرأ لنا قيمة تدل على شد التي تمر في هذه الدارة الكهربائية إذن هذا الذي نلاحظه على مستوى الدارة الكهربائية وعلى مستوى الجهاز الآن على مستوى البيعاء ماذا نلاحظ على مستوى البيعاء للتحليل نلاحظ تصاعد غاز عندما نختبره ونكشف عنه نجده غاز الكلور ويكون بالجوار المسعد كيف تشكل غاز الكلور أو ما سره من أين أتى التفسير المجهاري يعبر عن ذلك والنمذج بمعادلة نصفية هي التي تدل إذن شوارد الكلور الثنائية التي كانت منحلة في المحلول يجذبها المصعد معذرة مدام سالبة يجذبها المصعد فيأخذ منها الإلكترونين يعني كل شاردة يأخذ منها إلكترون وبالتالي تتحول إلى ذرتين تتحد ذرتين ويأخذ هو الإلكترونين للدار الكهربائي إذن المعادلة النصفية لما جرى عند المصعد هي ثنين سيئال ناقص تتحول إلى سيئال ثنين زائد ثنين إلكترون في نفس الوقت نلاحظ ترصب معدن الزينك عند المهبة نلاحظ ترصب معدن الزينك عند المهبة الذي يتشكل كذلك بدوره وفق المعادلة النصفية التالية زاد آن ثنين نعم نحن نتكلم عن الزينك وليس عن المغنيزيوم نعم إذن زاد آن ثنين معدن الزينك نصحح هذه المعادلة لاحقا معدن الزينك زاد آن ثنين يستقبل إلكترونين متحول إلى معدن الزينك هذا بالنسبة للمعادلة النصفية لما يحدث عند المهبط وعند المسعد إذن ماذا حدث في هذه التجربة بالكامل إذن حدث تحليل كهرباء بسيط لمحلول كلورزينك وذلك وفق المعادلة التالية إذن محلول زينك كلورزينك زاد آن ثنين زائد زائد ثنين سي آل يتحول إلى زاد آن صلب زائد سي آل ثنين غاز نمر إلى الوضعية الثامنة تحليل كهرباء اللي محلول كلور الرصاص بغرض تحضير غاز تنائي كلور قمنا بالتحليل الكهرباء اللي محلول كلور الرصاص الذي صغطه الإحصائية PBCL2 كما هو مبين فيها تجربة كيف تم تحضير محلول كلور الرصاص إذن يتم تحضير محلول كلور الرصاص بإحضار مسحوق كلور الرصاص وهو ملح معدني ويوضع فيه إناء ويضاف له الماء المقطر حتى ينحل فيه بالكامل بعدها نضعه في بعاء تحليل الكهرباء الآن يقول ما هي الصيغة يكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول إذن الصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص هي PBC2 زائد زائد نقص نجري عملية تحليل الكهربائي لمحلول كلور الرصاص بوضعه في وعاء تحليل مسرية من الغرافيت نغلق الدار الكهربائي يصف ما يحدث في هذه التجربة إذن يتم تحضير محلول كلور الرصاص بإحضار مسحوق نور صماري صحة ويضاف بعد ذلك عند غلط القاطعة ماذا نلاحظ يشير الأمبرماتر يعني قال صف ما يحدث في هذه التجربة يشير الأمبرماتر إلى شدة تيار كهربائي المار في هذه الدارة وبالإضافة إلى ذلك على مستوى الوعاء فعينيا عند المهبط نلاحظ ترصب معدن الرصاص و عند المهبط نعم وعند المسعد يتصاعد غاز تنائي كلور كذلك نقول عند المهبط يترصب معدن الرصاص عند المسعد يتصاعد غاز تنائي كلور التعبير عن ذلك بالمعادلة النصفية معادلة المهبط هنا الرصاص كذلك وليس وليس المغنيزيوم الرصاص وليس المغنيزيوم نصح نحن نحن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر